السؤال الثاني قد يكون استوفية من واقع شرح حضرتك لكن لا بأس أن تكون الإجابة في هذه النقطة على تكرارها أكثر تبسيطاً بالنسبة لعموم غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي المستثمر له الحق في أن يطرق باب الاستثمار في دولة ماكي يجني أعلى معدل ربح وهذا ربما يبدو أمراً منطقياً للغاية لكن ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط الذي لديه جملة من الاهتمامات التي تقريباً قد لا تتغير أي مغنم سيعود على المواطن العادي من وراء هذه الصفقة يمكن أعتقد أن أنا أجدت على هذا الموضوع ولكن خليني أوضحه مرة أخرى هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي حيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ من خلال البنك المركزي والحكومة أن نحن نقدر أن نحقق عملية الاستقرار النقدي وبالتالي نقدر أن نجبح كباح التضخم ونقدر أن نوقفه ونقدر النهاردة مع خلال الخطة اللي بنعملها كإصلاحات هيكلية في الدولة أن نستهدف فعلا أن نقضي على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا الحفاظ على مستوى الأسعار والأهم أن نحن نقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري هذه الخطوة الكبيرة من شأنها أنها تساعد على هذا الموضوع الجزء الآخر واللي نحن نتكلم عليه هذا المشروع بحجم الاستثمارات اللي ستبقى موجودة نحن نتكلم على خلق ملايين من فرص العمل مصر كل سنة تحتاج أكثر من مليون فرصة عمل جديدة احنا محتاجين مثل هذه النوعية من المشروعات أنها تتكرر في أكثر من مكان لأن فعلا مصر محتاجة هذا الحجم فإن احنا بنقول أن مشروع زي هذا بيحقق ملايين من فرص العمل بالتأكيد هذا جزء آخر بالإضافة اللي احنا بنقول أن مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية وإن احنا بنتكلم بقى أن احنا حلم أن احنا نصل إلى 40 و50 مليون سايح ويبقى بنضمن أن السياحة دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية حيتحقق بالفعل مثل هذه النوعية من المشروعات ترجمة نانسي قنقر